ملف التعويضات ملف شائك ومعقد هنا في الفلوجة المواطنون يعتبرون هذا الملف أصبح ورقة ضغط من قبل المتنفذين من أجل اللعب عليها أيام الانتخابات منذ عودة النازحين قبل أربع سنوات ما يزال المواطنون هنا ينتظرون صرف مبالغ التعويضات عشرات الآلاف من المعاملات تم تقديمها إلى اللجان المخصصة في كشف التعويضات أما نسبة المستلمين للتعويضات في الفلوجة لا تتعدى الخمسة بالمئة وفي الأنبار ربما لا تتعدى السبعة في المئة المواطنون يطالبون بتعديل قانون التعويض الذي يعتبرونه مجحف وظالم لهم فنسبة التعويض التي تقر في القانون هي نصف ما تكشفه اللجان التعويضية المنتشرة في جميع أموم محافظة الأنبار المواطنون يطالبون بإجراء تعديل على القانون والتعديل على الإدارة المالية وعدم ربط التعويضات بالموازنة فكلما تتأخر الموازنة يتأخر صرف التعويضات المتضررين في ممتلكاتهم العامة والخاصة إضافة إلى عجلاتهم ومحالهم التجارية فضلا عن ذلك أن الجهات القانونية ترى أن عدم تعديل قانون التعويض سيؤثر كثيرا على المبالغ الممنوحة للمواطنين الذين يعتمدون بشكل أساسي بانتظارهم على صرف هذه المبالغ التي أثرت بشكل سلبي على الواقع الاقتصادي في محافظة الأنبار لقناة الفلوجة السلام خالد